السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله سوف أحاول أن أتم معكم درس المثلث القائم الزاوية والدائرة في الفيديو السابق كنا تطرقنا لتذكير حول مختلف الفقرات المنجزة داخل القسم وكانت الخاصية المباشرة والخاصية العكسية وأيضا تكلمنا في فقرة جديدة عن مبارحنة فيتاغورس وفي هذا السياق كنت قد أعطيتكم تمارين لإنجازها في المنزل سأبدأ أولا بقراءة التمارين ومن ثم سوف أنتقل إلى التصحيح إذن التمارين الأول A B C مثلث قائم الزاوية في A بحيث A B يساوي 3 سنتيمتر و A C 4 سنتيمتر أولا أرسم شكلا مناسبا طبيعة الحال مع احترام القياسات ثانيا أحسب معللا جوابك قياس الضلع B C التمارين الثاني C دائرة مركزها O وشعاعها 2.5 سنتيمتر A B قطر للدائرة وال C نقطة تنتمي إلى هذه الدائرة وتختلف عن A و B بحيث B C تساوي 3 سنتيمتر أرسم شكلا مناسبا ثانيا أثبت أن A B C مثلث قائم الزاوية ثالثا استنتج حساب A C إذن لنتقل لتصحيح التمارينين أولا تمرين الأول في السؤال الأول كما تلاحظون معي المثلة A B C هو مثلة قائم الزاوية في A بحيث A B 3 سنتيمتر A C 4 سنتيمتر إذن السؤال الثاني يقول لنحسب قياس الضلع B C إذن هذا الضلع B C هو الضلع المفقود أو الضلع الغير معروف إذن شفنا في الفقرة السابقة أنني عندما يكون عندي مثلة قائم الزاوية وله ضلع معروفا فالضلع الثالث أستطيع أن أحسبه باستعمال مبارهنة في تغرس إذن الجوابك الآتي لنحسب B C بما أن المثلة قائم الزاوية في A أول حاجة هو أنني لا بد أنني نذكر الشرط لتطبيق مبارهنة في تغرس لو هو أن المثلة هو مثلة قائم الزاوية في حال مثلا هذه المثلة ما كانش قائم الزاوية فإنني لا أستطيع أن أطبق مبارهنة في تغرس حسب مبارهنة في تغرس لدينا هذه مبارهنة في تغرس المباشرة تمكنني من أن أحسب ضلع B C الذي ينقص في المثلات إذن B C مربع إذن الوطر مربع مبارهنة ماذا تقول في مثلة قائم الزاوية مربع الوطر يساوي مجموع مربعي الدلعي الأخرين إذن عندك مربع الوطر الوطر دينا هو B C إذن هو هو الضرع المقابل للزاوية القائمة مربع يساوي A B مربع زائد A C مربع طبيعة الحال A B معروف قياس دياله هو 3 A C معروف قياس دياله هو 4 سنتيمتر إذن تطبيق عددي ونحسب إذن 3 مربع هي 9 4 مربع هي 16 وبالتالي B C مربع يساوي 25 إذن قلت أو أشرت الحصة السابقة 25 هي 5 مربع وبالتالي B C هي 5 سنتيمتر ندوزو التمرين الثاني التمرين الثاني المعطيات تقول C دائرة مركزوها أو شعاعوها 2.5 سنتيمتر إذن سنحاول أن نرسم دائرة مركز ديالها أو شعاع ديالها 2.5 ديال سنتيمتر إذن A B قطر الدائرة إذن القطر ديالنا اسمينها A B أنتوا بكتلاحظوا معايا في الشكل القطر A B والC نقطة تنتمي إلى الدائرة وتختلف عن A و B طيب بعد الحال ما عدش تكون من طبقة مع A ولا مع B إذن رغضي مشور نسموه نقطة C بحيث B C كتساوي 3 سنتيمتر إذن مسترد ديالنا كنزها في B وكنحاول أن ننقيس 3 سنتيمتر ونجيب النقطة C على الدائرة ديالنا أرسوم شكلاً مناسباً أو الشكل ديالنا ثانياً أثبت أن A B C مثلث قائم زاوية بطبيعة الحال غادي نحاول نستمل الخاصيات اللي شهنا في الدرس ديالنا لنثبت أن A B C مثلث قائم زاوية إذن شنون من المعطيات اللي عندنا عندنا C دائرة وو مركزها عندنا A B هو قطر الدائرة شنون كتعني هاد جل المعطيات بحال هادوم شنون كعني كعني وأن المسافة و A تساوي المسافة و B هدي إحنا كنعرفوها لأن قلنا الدائرة القطر ديالها هو A B وهو المركز إذن شنون عندي هنا وهو منتصف A B واضحة إذن هذا المعطيات الأول لي وعندي C نقطة تنتمي إلى الدائرة C إذن أي نقطة تنتمي إلى الدائرة C فإنها تبعد عن المركز ب مسافة اللي كسموها الشعاع وبدأ بعد الحال و C هنا كمثل شعاع كما O B و O A وبالتالي نقدر نستنتج أن المسافة O B و O A و O C هما مسافات متساوية إذن وحسب الخاصية العكسية كنا شفنا في الدرس الخاصية العكسية عفوا فإن الدائرة C تحيط بمثلث قائم الزاوية وطره هو قطر الدائرة إذن بما أنني عندي O C تساوي O A تساوي O B فإنني كنقدر أنني نستنتج أن هذه الدائرة تحيط بمثلث مركز عفوا تحيط بمثلث قطره هو الوطر ديال واحد لمثلث قائم الزاوية في هذه النقطة اللي هي C إذن نستنتج بكل سهولة أن O B C هو مثلث قائم الزاوية في C سؤال ثالث استنتج حساب C دائما فاشي يكون عندي مثلث قائم الزاوية بما بينا على أن O B C مثلث قائم الزاوية وإحنا كنعرف أن هذا الضلع قلنا هو B C اللي يسوي ثلاثة ديال سنتيمتر ياك و A B معروفة لأن A B هو القطر وبما أن الشعاع يسوي 2.5 سنتيمتر فإن القطر يسوي دعف الشعاع هذه كنعرفوها إذن بما أن المثلث A B C قائم الزاوية فإن أولى فحسب مبارحنة فيتاغورس قلنا مبارحنة فيتاغورس تساعد أو لا الدور ديالها ونحسب بها واحد الضلع لنقص في متلث قائم الزاوية قلنا الوطر ديال هذه المتلش قلنا هو A B إذن نزل المبارحنة ديالي A B مربع يعني الوطر مربع يساوي A C مربع زائد B C مربع هيا B C مربع زائد A C مربع إذن مجموعة دلعين الأخرين مربعين دلعين الأخرين عفون إذن أنا شنو نقصني هنا مطلوب مني نحسب A C B C معروفة A B معروفة بطبيعة الحال إذن A C شكتساوي A B وهذه غادي نديوها الطرف الآخر هتترجع نقص B C هيا A C مربع تساوي A B مربع نقص B C مربع إذن بما أن A B هو قطر الدائرة التي شعاوها 2.5 سنتيمتر A B كناه وضع في شعاع إذن 9.5 ضرب 2 هي 5 و B C معطياف التمرين تساوي 3 سنتيمتر إذن تطبيق عددي B C مربع هي 5 مربع A C مربع هي 3 عفوان مش A C مربع B C مربع هي 3 سنتيمتر و A B مربع هي 5 سنتيمتر وبالتالي نحسب الحساب دينا عادي 5 مربع 25 3 مربع 9 إذن A C مربع تساوي 16 16 هي 4 2 وبالتالي A C تساوي 4 سنتيمتر إذن هتحاول عفاكم تبعوا تصحيح ديال التمارين شوفوا الأخطاء ديالكم اللي ارتكبتوها أثناء عملية البحث وفي الأخير ستنقلون تصحيح هذا التمارين على دفتر التمارين إذن سوف نمر لآخر فقرة عندنا في الدرس وهي فقرة جيب تمام زاوية حادة كما أشرت سابقا في متلة قائمة الزاوية نجد زاوية قائمة وزاويتان حدتان لأن بما أن هذه الزاوية القائمة قياس ديالها 90 درجة فإن مجموع هذه الزاويتان سيكون بجوج 90 درجة مجموعهما 90 درجة إذن هذه الزاوية المتبقية ولا بد سيكون زاوية لها حادة عرفنا ما هو الوتر هو أطول ضلع في متلة قائمة الزاوية وهو الضلع المقابل للزاوية القائمة إذن سنحاول تكلم على زاوية ب تبعوا معي عفاكم زاوية ب مكونا هات الزاوية زاوية مكونا من الضلع AB ومن الضلع BC إذن قلنا BC هو الوتر وهات ضلع AB هذا اللي يقص الزاوية الذي يحادي الزاوية نسميه الضلع المحادي للزاوية لأنه يحادي يحادي داكو كونا هات الزاوية من الوتر وضلع نسميه الضلع المحادي والضلع AC ماذا يمثل بالنسبة للزاوية B ماذا يمثل كونا يمثل الضلع المقابل يعني أنفاس لهات الزاوية ما كي قصة محتى شي حاجة داك AC ها هي يقابل هات الزاوية إذن عرفنا هاد المفاهيم باش ندخلو نهضرو على جيب تمام زاوية حد وكل زاوية حد داكو احنا نهضرو في مسلة قائم زاوية عندو زاوية حد احنا نهضرو على الزاوية هادي B هات زاوية B عندو واحد الخاصية أو واحد المعامل اللي كي ميزة نسميه جيب تمام زاوية وهو عندو واحد القاعدة باش كنحسبوه قاعدة تطبق مباشرة عادي نشوفو هدبا قلنا جيب تمام زاوية حد إذن تعرف جيب تمام زاوية حد في مثلث قائم الزاوية يساوي خارج طول الضلع المحادي للزاوية الحد على طول الوطر إذن عادي مشو حفوان عادي مشو مثلا الزاوية B هاي وغادي نقول نطبق القاعدة دينا احنا قلنا أن الزاوية مكونة من الضلع المحادي والوطر إذن جيب تمام نرموز له بالكوسينوس الكوسينوس دينا كوسينوس ديال A B C نقلنا زاوية A B C إذن الكوسينوس ديال A B C شكي ساوي ديال الضلع قلنا الدلع المحادي شنو هو الدلع المحادي للزاوية هو A B لأن هذا هو الوطر نق A B قياس ديال A B كيكون عدنا معروف طبيعة الحال مقصوم على طول الوطر اللي هو B C هذه قاعدة مباشرة مثلا غدي ناخد الزاوية السيت هي عندها جايب تمام قلنا لكل زاوية حادة في متلات قائم الزاوية أو حد النسبة اللي كنسموها جايب تمام لهذه الزاوية إذن إذا مشيت أنا الكوسينوس ديال A C B شنو غدي نعملو هنحددو بعد الدلع المحادي ديال هي هذا هو هذا الدلع المحادي ديال A C B على B C إذن دوزو اصطلاحات A B C مثل قائم الزاوية في A الزاوية الحادة هما بحلي قلنا A B C و A C B دونك عندي جوج ديال الزاوية حادة A B هو الدلع المحادي الزاوية A B C بحلي قلت لكم قبائل هذا هو الدلع اللي كيحادي الزاوية ديال B و المقابل دونك الدلع هادة شنو كي تسمى هاد A B هو كيقابل عاود الزاوية C لأنه ما كيقاش فيها عاود مشو للدلع A C الدلع A C هو الدلع المحادي شوفو كيحادي الزاوية A C B هاد الزاوية C كيحادي فيها و A C عاود كيشنو كيمثل بالنسبة للزاوية B المقابل ديالها دونك هادة كيقاش يعاود A C لا يحادي طبيعة الحال B وبالتالي يصبح ضلع مقابل B C كما ذكرنا سابقا هو الوطر نونك تعريف الكوسينوس أولا جايب تامام الزاوية غالبا نستعمل الكوسينوس في التمارين عدلقى الكوسينوس هو جايب تامام هو الضلع المحادي للزاوية على الوطر صفي؟ ملاحظات الكوسينوس يسمى نسبة متلاتية لأنه نسبة لأنه خارج قلنا خارج الضلع المحادي على الوطر ليس لها وحدة علاج لأن فاشا إذا عملت مثلا هنا A B كي كوم بسنتيمتر و بسي بسنتيمتر مثلا نعمل هنا 2 سنتيمتر على 6 سنتيمتر ما كيبقاش ديك الساعة ديك النسبة حالي كان نختاز لوحنا بالوحدة ما كيبقاش عنا ديك ساعة وحدة وبالتالي الكوسينوس دائما كيعطينا واحد العادة لي ما عندوش وحدة صفي؟ وأيضا الكوسينوس أو جايب جايب تمام الزاوية عمره يعني دائما ديال زاوية حدا بطبيعة الحال دائما كيكون محصور بين صفر وواحد علاش لأن إذا مشيت شفت التعريف كنلقى أن الضلعة المحادي على الواطر احنا شنقونا الواطر وأطول الضلعة في المثلات إذن أبي أو لا مثلا أو لا أسي دائما غا يكونوا صغار من بسي وبالتالي الخارج دائما غا يكون واحد العدد لو أصغر من واحد إذن يعني أن جميع قيم الكوسينوس محصورة بين صفر وواحد لحساب مثلا هنا لحساب الكوسينوس ديال 37 درجة مثلا بالآلة الحاسبة نستعمل الزر الكوسينوس هنا في الكالكولات تخص واحد الزر لمسمي الكوسينوس قدروا نحسبو به الكوسينوس ديال زاوية حدة إذن أعافكم هاد الفقرات هاد الفقرات ديال جايب تمام الزاوية تنقل في دراف تشتر دروس مع بعد الحال رسم الأشكال الهندسية وغادي ندوزو التمرين التطبيقي ص 에تكتبو التمارين في دفتر التمارين ماذا يا억 تقول التمرين هنطبقو مباشرة هاد المفهوم ديال جايب تمام الزاوية إذن أحسب الكوسينوس قلنا كوسينوس هو جايب تمام الزاوية الكوسينوس ديال F دنك هي الزاوية الأولى ومطلب من نحت الكوسينوس ديال ج إذن زاوية FGE وزاوية OFG باستعمال الشكل لأن الشكل عاطينا فيه المعطيات أولى قياسات الأضلع دوزو التصحيح الحل إذن بما أن المثلث OFG قائم الزاوية في E فإنه قلنا الكوسينوس F إذن نبدو بهذه الزاوية الكوسينوس ديال F فين هو الضلع المحادي دنقوا هذا هو الواتر معروف هذا هو الواتر والضلع المحادي ديال الزاوية هو OF إذن كمشي نزل قاعدة ديالي كما هي الضلع المحادي هايد OF على الواتر FG تطبيق عددي 8 على 10 تساوي 4 على 5 هنا اختزلنا ب2 نمشي والكوسينوس ديال G عاود شنو كان نحدد الواتر ديالي طبيعة الحلوة FG ما كيتبدلش والضلع المحادي هو هاو كتشوفوا معايا هو FG إذن كنتطبق القاعدة الضلع المحادي FG على الواتر FG تطبيق عددي 6 هيا 6 على 10 إذن 6 على 10 هنا عاود نختزله ب2 نطبقنا 3 على 5 وكتلاحظوا معايا أن هاد نسبتين محصورتين بين 0 و1 إذن كواجب منزلي عفاكم هاد تمرينين ينقالنا على دفتر التمرين وينجزاني في دفتر البحث إذن التمرين الأول A-B-C مثلت قائم الزاوية في B بحيث B-C يساوي 4 سنتيمتر وعفا يساوي 3 سنتيمتر وحسب الكوسينيوس D-A-C-B ثم الكوسينيوس D-B-C ولا بد في التمرين الهندسية وخا ما يطلبوش منك أنشئ الشكل حاولوا أنكم تنشئوا الشكل باش المعطيات تكون عدكم واضحة ما كتلاحظوا معايا هنا فاش كيكون عدي الشكل مرصو بسهولة كنقدر نطبق القاعدة ديالي وحتى المعطيات ما كيكونوا منزلين على الأضلح ما كنبقاش هنا ما كنبقاش هنا كنكون المعطيات واضحة بالنسبة لي ونستعملون بكل سهولة إذن بالنسبة لي رسموا عفاكم الشكل وتما عد حسبوا الكوسينيوس D-A-C-B-C المطلوبة منكم إذن دوزو التمرين الثاني E-F-G مثلت قائم الزاوية في E بحيث E-F تساوي 4 سنتيمتر والكوسينيوس D-E-F-G يساوي جوجة على 3 مقيمة جوجة على 3 إذن إذن كنتلاحظون هنا السؤال مغير مكتوب إذن هنا سؤال المطلوب هو أحسب الواتر F-G إذن هنا أحسب أحسب F-G عفاكم هنا السؤال لم يتم كتابته إذن أحسب F-G هنا مطلوب منكم أعطوكم المعطاة دي E-F تساوي 4 سنتيمتر أعطاكم الكوسينيوس أحسب كيساوي أطبقوا القاعدة بطبيعة الحال بش نحسبه F-G إذن إلى حصة مقبلة إن شاء الله المرجو كتابة مختلف الفقارات وتمارين في الضفاتر المناسبة إلى اللقاء وإلى حصة مقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر أعطاكم اشتركوا في القناة